بشكوش جاي صار 300 حالة باليوم احنا قلناها بالمقدمة ما نعرفش قد تصير بالشهر وبالسنة هابي اللحصاءات انتو ادرى بيها شنو جاي صار المجتمع من ناحية حالات الطلاق اي تزايد عدد الحالات بهالشكل المطبيعي صحيح يعني احنا نجي اول شي الاسباب الزواج يعني تقريبا 50% انه اسباب الطلاق تكون هي نفسها اسباب الزواج شوان يعني يعني يا اما تكون مثلا اسباب مادية اسباب مثلا اتفاقات او اقمع خاصة يعني دائما نشوف انت بالوقت الحالي اغلب الرجال لما يريدون يدورون على مرأة للزواج لما يدورون اهل يريدون موظفة نفس الوقت لما تكون موظفة رح يكونوا ما متقبلين وضعيات انه خارج البيتية مثلا لحد الظهر يا اما انه لما يصير اطفال صير مشاكل بالاضافة الى موضوع المادي الموضوع الاقتصادي احنا نعرف الشباب ان اغلبهم يعيشون ويزوجاتهم بغرفة مثلا ببيت بداخل عائلته اما يكون عنده مثلا اخوان مززوجين او خوات هما مززوجين اهنا هذا الموضوع ما تتصورش قد يسبب زيادة حالات الطلاق يعني هذا هو السبب الاول الموضوع الاقتصادي لا هو اسباب كثيرة اسباب كثيرة هو اسباب الحالات الطلاق احنا ما نجي مثلا بوه من سبب واحد نخليه هو صاحب هاي اسباب كلها لا يعني تروف البيوت حتى اذا قلنا موضوع اقتصادي احنا نعرف وناس على قيد حالها مثل ما نقوله وماشية وادها اطفال ولكن تعرف انه يعني ماكو خصوصية رح تكون بالبيت بالاضافة تعرف انها موضوع اهل الزوج ويتشنة يعني مثل مثل يقول ما تصفى ما تصفى مستحيل يصفون لو الحم العم رضت على تشنة تشنة ليه بحد فهنا هنا شوية صعب يكون الموضوع يعني حتى لو بالبداية يكون لانه تشنة رح تكون يعني غير شكل العم رح تكون غير شكل الزوج رح يكون غير شكل وبعد الزواج يعني احنا دائما نقول الانسان شو كنتي نعرف اثناء العشرة هنا رح تزيد المشاكل اشتركوا في القناة